بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ومذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير من قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنبادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا ضوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا دون صابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أندرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب جهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم ينزعون حتى عذا ما جاءوا ويا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن نشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ضمنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك مظنكم الذي ضمنتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فإن مار متوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيموا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقم الذين كفروا عذابا شديدا ولم جزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألن الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقوها إلا الذين ستروا وما يلقوها إلا عدو حظ عظيم وإما إن زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحير موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قلوا للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقبي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تعمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ولوم يناديهم أين شركائي قولوا آذانا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنود ولئن أذقناه رحمة منها من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فلئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعموا على الإنسان أعرب ونآب جانبه وإذا نسه الشروف ذو دعاء عريب قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في ملية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط